السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن ايمان الاطفال هذا الايمان الذي يمكن ان يخلق الكرامات ويخلق المعجزات ويخلق الاشياء المدهشة التي يحتار فيها اصحاب العقول الدكية قصتنا ايها الاحباب الكرام مع طفلة صغيرة ربنا سبحانه وتعالى طبع في قلبها الايمان واليقيم فالاطفال اصلا حينما يخرجون من بطن امهاتهم عندهم فطرة سليمة فيها تدي صادق دراسة علمية اثبتت بان المولود لما يخرج من بطن امه يكون مفطورا على الاعتقاد بان هناك اله يسير هذا الوجود ويعتقد بان هذا الاله واحد لا ثاني له ويعتقد بانه متعطش لكي يقترب اليه ويعتقد بانه كل ما في الوجود قائم على الاسباب والمسببات وفيه نزعة الصدق ميان الى الصدق لا الى الكذب وميان الى الخير لا الى الشر دراسات علمية في المجال التربوي والنفسي اثبتت بان الانسان حينما يولد من بطن امه يكون مفطورا على الايمان والخلق القويم ولكن الحياة والمجتمع والوسط هو الذي يغير من طينة هذا المخلوق ربنا عز وجل ماذا قال قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق له ذلك الدين القيم فكل واحد مفطور على هذا الامر قصتنا الليلة مع فتاة صغيرة اسمها نورا نورا هذه الفتاة الصغيرة منذ ان ولدت ووالديها ينظرون الى وجها الزاهر وجها المشرق وكأنها تسبح لله وكأنها تبتسم للحياة فيها تفاؤل وفيها نور يصطع من وجنتيها بدأت نورا تكبر وتكبر الى ان وصلت تسع سنوات في تسع سنوات تحولت نورا الى تحول عظيم جدا والديها كان يقال يقع لهما نوع من الاستغراب هذه الفتاة ميالة الى التدين من تلقاء نفسها كانت ويا صغيرة تقلد امها واباها في الصلاة كلما ارد ابوها ان يصلي جاءت بجانبه وكلما اردت امها ان تقرأ القرآن اصطفت بجانبها دوما وابدا لكنها لما بلغت السن التاسعة فاجأت الوالدين بانها استعملت خمارا حجابا سترت به شعرها الدهبي الناعم وبدأت تلبس لباسا فيه اتساع تصورت الام من الذي امرها بذلك ابوها لم يأمرها وامها لم تنبهها ولكن يبدو ان فطرتها السليمة تدفعها الى ان تصيرها كده متدينة كانت نورا وهي تقرأ دراستها وتطالع كل دروسها المدرسية ما ان تنتهي من المراجعات والتمارين الدراسية حتى تقوم مباشرة الى المصحف الشريف وتبدأ تقرأ القرآن ثم لما تسمع النداء للصلاة تأخذ سجاتتها الصغيرة وتستقبل القبلة وتبدأ بالصلاة النوافل قبل ان يصلي الوالدان لقد تفاجأ الام والاب بان هذه البنية صارت صباقة الى هذا العمل الصالح فتأكد لدى الوالد بان الطفلة الصغيرة من دون تدخل الام والاب والاسرة والمجتمع والوسط هي مفطورة على الدين وعلى اليقين صارت الايام هكذا ويوما ما شعرت نورا بألم ووجع في بطنها أمعاؤها تتمزق نهب بها الوالد الى المستوصف القريب وعطوه دواء لكي تستعمله مهدئات وفعلا بدأت الألم تزول يوما بعد يوم وهكذا استمرت الأحوال وبقيت نورا دائما في اجتهاداتها دائما تسأل أمها وأباها الله معنا هل هو ينظر إلينا يسمعنا الله تعالى هو الذي يعطينا الطعام والشراب الله تعالى هو الذي ينزل علينا المطر من السماء تفكير فطري بسيط وكلما وضعوا طعاما في المائدة لكي تأكل تسأل من أين جاء هذا الطعام وكيف نبت أول مرة وكيف تحول من مكان إلى مكان وما هي المراحل التي مر بها حتى وصل إلينا فتقول هذه نعمة عظيمة وجب أن نشكر الله عليها الوالد كان يتفاجأ يقول بأن البنية تتكلم بالفطرة السليمة لكن بين الفين والأخرى تمرد نورا مرة تانية فيذهبون إلى المستوصف ثم إلى الصيدلية ويأتونها بنفس الدواء وتعالج لكن بعد شهور يوم من الأيام بينما هم كانوا مسافرين اشتد المرض على هذه البنية فأخذوها إلى مصحة كبيرة وطبيب لما رأها قال لا بد أن نخدع لها أو نجري لها فحوصات في الدم تحليل طبية ففعلا أخذوا الفحوصات الطبية وبقت العائلة في سفرها تستمتع وبعد أسبوع الوالد يستمع إلى الهاتف يرن الطبيب يقول له عليك أن تأتي إلي سريعا جاء الوالد يشري مع زوجة وابنته وابنه الصغير إلى المصحة فدخل عند الطبيب وأراه نتائج التحليل الطبية قال مما تعاني دورة؟ قال تعاني من مغص في معدتها وذلك الطبيب هو اختصاصي في الأمراض الباطنية قال لقد أجرينا لها تحليل وفوجئنا إنها مصابة بمرض شديد وقد اضطررنا أن نستدعي فريق طبي لكي يطلع على هذه التحليل حتى نقطع الشك باليقين قال يا سيد يا دكتور إنك أزعشتني ماذا بالبنية؟ قال إن بها سرطان خبيث وهذا السرطان يستمر بسرعة وقد أمضى سنوات والآن لم يتبقى لها حسب التقارير الطبية والعلمية سوى ستة أشهر وسوف تغادر هذه الحياة لما سمع الأب هذا الكلام شعر بدوار في رأسه وقلبه يهتز ثم دخلت زوجته إلى غرفة الطبيب وسمعت نفس الكلام من الطبيب مباشرة أغمية عليها الأم أغمية عليها وجاءوا بالماء يرشونها عليها لكي تستفيق ثم بعد ذلك بدأ أنسمع الضجيج دخلت نورة مع أخيها عند الطبيب فسمعتهم يتحدثون على أن مرضها مرض خبيت جدا وأنه لا أمل في العلاج وأنه قطع أشواط ومرحل ولم يتبقى لها سوى على الأكثر ستة أشهر وسوف تودع العائلة تشعر بالحزن والدهشة أخوها الصغير عادقها وقال نورة أختي إنك سترحلين فقالت لهم وهل الرحلة إلى الله سيئة هل هذا أمر سيئ إنه أمر جميل ألم نكن نسبة بأن الرحلة إلى الله نعمة الرحلة إلى العائلة الرحلة إلى الحفلات الرحلة إلى المتجعات السياحية كل مطلوبة ولكن أعظم رحلة رحلتنا إلى الله فقالوا لها إنها رحلة بغير عودة فقالت هو جميل جدا إذن سأرحل إلى الله إنه أمر جميل بدأت نورة تبتسم وبدأت تشرق بوجهها ووجنتيها والطبيب اندهش كيف ان هذه الطفلة تابتة بقوة ايمانها ويقينها قال للاب لطالما اخبرت بعض الكبار بنتائج تحاليل فحوصات طبية عن امراض مثل هذه وقع لهم انهيار الكبار يقع لهم انهيار عصبي والطفلة تبتسم وكأن شيئا لم يقع انها الفطرة فطرتها السليمة تعصمها من الانهيار وتجعلها توقن بان لا شيء يقع سيء قالت لهم اذا سارحل الى الله فقال لابد عليك ان تقوم بالدواء والعلاج قالت لماذا نصرف الاموال ما دلت سوف اموت لماذا نصرف الاموال ودقى العلاج فقالها الطبيب يا بنيتي العلاج ضروري لانه حفاظ على الامانة قالت ايه امانة قال لها هذه الاعضاء التي في جسمنا من القلب والرئتين والكبد هي امانة ربنا اعطاها لنا وعلينا ان نعيد له الامانة وهي سليمة اتدريم يا نورا لو ان صديقتك اعطتك دمية تلعبين بها ثم بعد ذلك كسرت الدمية واعدتها اليها مكسرة ما رد فعل صديقتك قال طبعا ستغضب قال اترينا ان الله تعالى يغضب عليك عليك ان تعيدي الامانة الى الله سليمة نحن سوف نستعمل هذا الدواء لامر الاثنين اولا لنخفف من الالام والامر الثاني لكي نحافظ على قدر المستطاع على بقية الاجهزة في الجسم على الجهاز الباطني والهضمي وعلى القلب والرئتين والكلي قالت نعم سوف افعل حتى اذا ذهبت الى ربي ساقوله يا ربي لقد حافظت على امانتك على قدر ما استطيع وسوف اعيدها لك وهي سليمة على قدر ما استطيع وقد يا طبيب اعدك انني سوف التزم باخذ الدواء في الوقت المناسب وسوف التزم بكل الارشادات والتوجيهات الطبية مادم هدفه حفاظ على الامانة التي سوف نلقى الله عليه واعطيها له بدأ الطبيب يبكي ايضا والاب يبكي والام فقدت وعيها قفى بهذه الطفلة الصغيرة محافظة عن الجائش ومرابطة على الثقة انها الفطرة السليمة هذه الفطرة تكون عند الاطفال الصغار نقية طاهرة اذا لم تلوت ولم يتم الاساء اليها تبقى معنا تكبر معنا طاهرة نقية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله بدأت الاسرة تنتظر ستة اشهر المقبلة كانت اشهر باردة وثقيلة وحزينة تنتظر ودع ابنتها الاب يقول هذه الظهرة الجميلة ما دنبوها جاءت للدنيا وبسرعة سوف تغادر والام كل ما رأتها عانقتها وقبلتها وشمت رائحتها وتقول لعلك يا ابنتي سوف تغادر هذا الكوكب وهذه الحياة وسوف نشتاق اليك نورا لم تكن تهتم بكل هذا الكلام تقول انا سارحل يا ابي سارحل الى ربي فعليا ان اتعجل ما هي الاشياء التي يحبها ربي ابوها قال ربك يحب الصلاة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة قالت اذا سوف احافظ على صلاتي فبدأت نورا تحافظ على الصلاة في وقتها وتكتر من النوافل ثم قالت ابتا ما هي الامور التي يحبها الله ايضا اذا سارحل اني راحلة الى ربي ما هي الامور التي يمكن ان ادنى بها اجر الله وتوابه قالت تلاوة القرآن لانا القرآن كلام الله وخير شيء يأتي به الانسان الى ربه انه يحفظ احزابا من القرآن في صدره قالت اذا سافعل فبدأت تحفظ قسر الصور وتخبئها في صدرها ثم سألت اباها يا ابتي ما هي الامور التي يحبها الله اذا رحلنا اليه قال يا ابنيتي حسب معلومة المسيطة غيراس الجنة قالت وما غيراس الجنة قال ان يقول الانسان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تسمى غيراس الجنة فسارت نورا كل وقتها تقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد ثم كانت نورا تخبئ بعض النقود لشراء بعض الالعاب فاخدتها ثم ذهبت تصدقت بها فقال والدها لماذا فعلت ذلك قالت يا ابتي ان ربي يحب الصدقة وانا سارحل انا راحلة فعليا ان استعد لكي يتقبل مني الله هذه الصدقات فتفجأ الاب من هذه البدية ومن ايمانها ويقينها واستمرت هكذا الايام تمضي انتظار موعد ستة اشهر كل يوم يمضي ثقيلا وباردا ومخيفا الام تبكي بالليل والنهار والوالد لا يكاد يعمل انه ينتظر الفاجعة فقدا ابنته اخوها الصغير شقيقها كان يبكي ويقول لن تبقى عندي اخت لن العب مع اختي بعد الان نورا لم تكن تهتم بكل هذا كانت تبتسم وكانت تكتر من تلاوة القرآن وكانت تصل الصلاة وتقيم النوافل وكانت دائما تسعى لكي تعمل اي شيء فيه فائدة وخصوصا كانت تصلي على النبي الكريم قالت سمعت شيخا في احدى القنوات يقول فضل الصلاة على النبي وبان من صلى عليه سيستقبله سيستقبله عند عتمة باب الجنة ويشفع له ويسقيه من حوضه الطاهر فكانت تصلي على النبي الكريم واستمرت هكذا نورا وهم ينتظرون مرورا ستة اشهر لكي تنتقل الروح الطاهرة الى بارئها بعد ستة اشهر لم يقع اي شيء الوالد يحمل البنية الى المصحة الطبية ويعرض على الطبيب من جديد قال ربما اللحظة الاخيرة في بنيتي لكن اراها اراها سليمة فاعاد الطبيب مرة ثانية اعاد التحليل الباطنية ل جسم نورا النحيل فتفاجأ الطبيب تفاجأ بان الامراض التي كانت في جسمها ذلك السرطان الخبيط بدأ يتلاشى من تلقاء نفسه لان الدواء الذي كان يعطا اليها من قبل قالوا ما عنده فائدة ما يستطيع هذا الدواء ان يواجه هذا السرطان الخبيط في مراحيله الاخيرة لكن وجدوا بان السرطان بدأ ينكمش وبدأ يزول حتى كان ان يزول ما هي الا اساميع معدودات وترجع نورا الى مع اميل الطبيب فيفحصها الطبيب وفريق علمي معه فيفاجأون بان الجسم صار طاهرا مطهرا نقيا ما فيه لا سرطان ولا امراض ولا اي شيء تفاجأ الوالد وتفاجأ الطبيب وتفاجأ الفريق الطبي وقالوا انها لكرامة انها لمعجزة هذه البنية من شدة تلاوتها تلاوتها للقرآن ومن شدة لهجها بدكر الرحمن ربنا شافاها وعافاها الم يقل الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب الم يقل جل جلاله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الم يقل فيه شفاء للناس الم يقل ويشفي صدور قوم المؤمنين الم يقل سبحانه وتعالى واذا مردت فهو يشفيه ربنا قال قل هو للذين امنوا هدى وشفاء هكذا قال القرآن العظيم انه شفاء وصيدلية بامتياز لقد نهب المرض العضال عن هذه البنية وربنا سبحانه وتعالى كتب لها عمرا طويلا وكادت نورا الايام تمضي والشهور وهي سليمة معافة من المرض والاطباء يحتارون في امرها وربنا كان كان يجعل الصدقة هي من اسباب العلاج الم يقل النبي صلى الله وسلم دو مردق بالصدقات ونورا كانت تخبئ بعض الدريهمات لشراء بعض الالعاب والحلويات كانت تتصدق بها ايضا فبالصدقة وقع الشفاء وما هي الا مدة قصيرة حتى تأكد بان جسم هذه البنية النحيل صار معافا تماما من الامراض والاسقام الشفاء بالايمان والشفاء بالذكر والشفاء باليقين وحسن الظن بالله فكانت نورا دوما ترفع صوتها في البيت وتصلي على النبي العدنان صلوا صلوا صالتين على طاها الزين فكانت فكانت الام تفرح وتسعد ومتت الامل في العائلة والاسرة وحتى الطبيب قال بان سبحان المعالج سبحان المداوي رغم الطب انه يرى فقط الظاهر ولكن الباطن والخفي يعلمه الخالق البارئ جل جلاله فكانت نورا دوما تصدح من الصباح الى المساء بالصلاة على النبي المختار وفيها شفاء ودواء فصدوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفيكم المولى من الامراض والاسقام والعلل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله